اشتركوا في القناة وقالوا له آية بقى مهمة قوي اللي هي دانيال 3 17 قالوا له إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وإلا كلمة إلا دي بقى مهمة قوي يعني حتى لو ربنا ما نجناش فليكن معلوما لديك عندك أيها الملك أنا لن نسجد للتمثال فدي حاجة كبيرة قوي مستوى عالي جدا من الإيمان إن الإنسان يقول إحنا مش هنعمل كده حتى لو ربنا ما نجناش يعني حتى لو ربنا سابنا في أتون النار وهنموت إحنا برضو مش هنسجد طبعا ده بيبين الإنسان المسيحي اللي مش بيتنازل عن مبادئه المسيحية مهما كانت الخسارة والإنسان ممكن يقبل في وقت من الأوقات حتى عدم النجاة يعني زي مثلا إنسان جاله مرض وبعدين هو عم يتعشم كتير في الإدسين مثلا متعشم إنه هو تحصل له معجزة لكن فيه واحد تاني يقول لا مش شرطة هو حسب إرادة الله ممكن يكون ربنا بيجهزني للأبدية ومش لازم إن أنا أشفى من المرض ومش معنى إن أنا يعني ما خفتش من المرض معناها ربنا مش بيحبني لا بالعكس ده من محبته لينه سمح لي بالتعف ده عشان أجهز نفسي للمصير الأبدي بتاعي فبيقول حتى لو ربنا مش هنجيني حتى لو ربنا مش هيشفيني أنا برضو أنا قابل كل حاجة من يد الله قبول واحد في شغله ولو قال كلمة ممكن يخسر شغله ولو تنازل ممكن يستمر في الشغل لكن هنا موقفنا إيه كما سحيين هل الواحد ممكن يقبل عدم النجاة يعني يقبل الخسارة مهما كانت الخسارة إنه هو يقول كلمة الحق وإنه هو يقول الصح مهما كانت تمن طبعا ده موضوع مسهل موضوع ممكن يبقى مكلف جدا لكن برضو في نفس الوقت الإنسان اللي بيقبل عدم النجاة في سبيل إنه هو ينفذ إرادة الله ومشيئة الله عمر ما ربنا بيسيبه وربنا بيعمل في حياته معجزاته واللي خسر شغل ربنا هيجيب له أحسن منه واللي خسر حاجة بسبب شهدته للحق ربنا هيعوضه كتير جدا مهما كانت الخسارة فتي حاجة جميلة في الثلاث فتية ياريت نتعلمها منهم إنهم رفضوا السجود للتمثال حتى في وجود عن عدم النجاة وإنه ممكن ربنا مش ينجيهم قالوا له ربنا يقدر ينجينا خدوا بالك قالوا ربنا يقدر ينجينا لكن لو ما أردتش بقى ترجع لإرادته ومش لقدرته لو ما أردتش إحنا برضو مش هنسجد للتمثال جميلة أول قادي في دانيال 3-17 إن إحنا نبقى أقوية جدا في مبادئنا المسيحية وشاهدتنا للمسيح مهما كانت الخسارة لإلهنا كل مجد وكرم إلى الأبد ترجمة نانسيحة